أكد رئيس مجلس الوزراء مصافى مدبولي الحرصة الشديد على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية وتأكد من وجود مخزون استراتيجي مطمئ منها وخلال اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية شدد مدبولي على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة وفقا لتوجهة الرئيس السيسي ببدل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية تلبية لاحتياجات المواطنين مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية